كان يا مكان في عالم العربيات كان بيعيش فلاش عربية زرقة وجميلة كان بينزل يتمرن علشان عنده سباق مهم جدا آخر الأسبوع وفي يوم هو بيتدرب للسباق شاف عربية عطلانة وبتطلع دخان كانت محتاجة ميا جري فلاش بسرعة جاب له الميا وساعده فشقرته العربية الخضرة ومشي وتاني يوم هو بيتمرن شاف عم سعيد عطلان على الطريق جري فلاش علشان يساعده وزقه لحد الميكانيك فشقره عم سعيد ومشي وجي آخر الأسبوع وقت السباق استمر السباق لأكتر من ساعة بس اللي كسب العربية الحمرة مش فلاش فتضايق جدا فلاش انه مطلعش في المركز الأول وفجأة قابل عم سعيد وقال له مش مهم تطلع الأول المهم انك عملت اللي عليك وبتساعد غيرك عارف لولا انك ساعت تاني اليوم اللي فات كان زمان ابني فضل واقف قدام المدرسة الواحد ومش عارف يروح انت عربية رائعة وبتساعد غيرك بدأ يفكر فلاش في كلام عم سعيد وشوية وقابل العربية اللي كانت محتاجة موية الأسبوع اللي فات فلما شافه زعلان قال له ما تزعلش المرة جاة تتمرن أكتر وتطلع الأول انت عارف لولاك كان زماني مولا انت عربية رائعة وبتساعد غيرك فكر فلاش في الكلام كده وقال الفوز مش أهم حاجة المهم اني عربية كويسة وباقي العربيات بيحبوني وبشارك في المجتمع وساعد غيري ولازم أفرح للكسب هو أكيد تمرن أكتر مني المرة الجاية هتمرن أكتر وهطلع الأول وتوتا توتا توتا خلصت الحدودة